ترأس الوزير والأول أيمن بن عبد الرحمن اجتماعاً للحكومة حيث درست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالاستثمار مشروع هذا النص يكرس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة من خلال دراج تدبير مبسطة للإجراءات لفائدة المستثمرين وينص على تعزيز صلاحية الشباك الوحيد في مجال مرافقة وتسهيل فعل الاستثمار وحسب بيان الوزارة الأولى فإن مشروع قانون الاستثمار ينص على تقليص أجال معالجة ملفات الاستثمار الواردة من حميل المشاريع بشكل ملحوظ لا سيماً من خلال إضفاء طابعي غير المادي للإجراءات كما يتضمن مشروع هذا النص ترتيبات محافظة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها استحداث مناصب الشغل وضمان التحويل التكنولوجي بما يسمح للجزائر بإدماج سلاسل القيم الدولية وستتم دراسة مشروع قانون الاستثمار خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية الذي يحدد شروط وكيفية منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمواجهة لإنجاز مشاريع استثمارية